في احدث هجمات مسلحة لها في العراق سيطر مسلح داعش على ناحية سليمان بيك في قضاء طوز خرماتو بمحافظة صلاح الدين ويأتي ذلك في وقت يخوض الجيش العراقي بمعاونة رجال العشائر معارك عنيفة مع المسلحين لمحاولة استعادة مناطق من محافظة الانبار من قبضتهم يوصل مسلحو داعش محاولات السيطرة على مناطق اخرى بالعراق بعد محاولات سيطرتهم على الانبار والعمليات التي تخوضها قوات الجيش بمعاونة رجال العشائر لتطهيرها حيث سيطر مسلحون على ناحية سليمان بيك في قضاء طوز خرماتو بمحافظة صلاح الدين وقال مدير ناحية سليمان بيك ان المقاتلين ينتمون الى تنظيم داعش الذي شارك في الاستيلاء على الفلوجة الشهر الماضي وينشط ايضا في سوريا المجاورة يأتي هذا فيما تحصنت قوات الامن والجيش داخل المباني الحكومية وبدأ سكان الناحية بالنزوح وتوقفت الاشتباكات لكن مسؤولا محليا توقع حدوث موجة معارك عنيفة خلال الساعات القادمة من جات اخرى قتل شخصان واصيب ثمانية اخرون بجروح متفاوتة نتيجة انفجار مزدوج بعبوتين لناسفتين في سوق وسط العاصمة بغداد كما اصفر الحادث عن نشوب حريق في عدد من المحال التجارية وصارعت فرق الدفاع المدني الى مكان الحادث لاتفاء الحريق فيما طوقت القوات الامنية مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه وصارعت سيارات الاسعاف لنقل المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج ومن جانب اخر اصيب جندي بانفجار عبوة ناسفة في الموصل كانت مزروعة على جانب الطريق شرقي الموصل وانفجرت العبوة اثناء مرور دورية تابعة للجيش ومن جاة اخرى اعلن مركز العمليات المشتركة مقتل المسؤول العسكري العام لما تسمى بولاية الجزيرة بالموصل وذكر بيان لمركز العمليات ان قوة من فرقة المشاهد الثانية ضمن قيادة عمليات نينوى قتلت ثلاثة ارهابيين ينتمون الى داعش من ضمنهم المسؤول العسكري العام لما تسمى بولاية الجزيرة في الساحل الايصر لمدينة الموصل اشتركوا في القناة